بسم الله الرحمن الرحيم قصة مجد سيرة علم من أعلام قبيلة قحطان الخالدة ورمز من رموز قبيلة آل الشواط الماجدة رجل عصامي بنا مجده بيده حتى اعتلى ذروة المجد وجعل له بصمة تميزه بطيب أفعاله وسيرة تليق به وباسم قبيلته إنه أبو ذيب عبد الله بن مفلح بن مناع الشواطي وإليكم نبذة مختصرة عن سيرته العطرة قصة مجد قبل خمسين عاما تقريبا التحق بخدمة دينه ثم وطنه ومليكه شرطيا في الأمن العام وتدرج في رتبه فردا وهو في ذات الأثناء يواصل دراسته حتى حصل على شهادة الثنوية العامة ثم التحق بدورة المرشحين وتخرج فيها ضابطا برتبة ملازم ثم عمل بعد ذلك في عدة شعب وأقسام في شرطة الرياض وكان مميزا بين زملائه وحصل على العديد من الأوسمة وخطابات الشكر من ولاة الأمر وبعد ذلك عين مديرا لشرطة المجمعة ومثل قبيلته خير تمثيل قرابة عقد من الزمن وبعد ذلك عين مديرا لشرطة المزاحمية وعمل فيها حتى تقاعد منها برتبة مقدم حيث كانت خدمته حافلة بالإنجازات الأمنية البارزة والرايات البيضاء ترفع له في كل مكان واسمه يذكر فيشكر في كل مجلس قصة مجد وبعد ذلك ونظيرا لتمييزه وعمله بإخلاص تم ترشيحه من قبل شرطة الرياض للعمل عمدة في الرياض بعد تقاعده واستمر فيها حتى تقاعد منها متما بذلك قرابة الأربعين عاما من الخدمة المشرفة لقبيلته ولديه حصيلة من أوسمة الفخر وخطابات الشكر نذكر بعضا منها ميدالية الاستحقاق العسكري من الملك فهد طيب الله ثراه خطاب شكر وتقدير من سمو الأمير نايف رحمه الله خطاب شكر وتقدير من الملك سلمان حفظه الله عندما كان أميرا لمنطقة الرياض خطاب شكر وتقدير من سمو الأمير فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رحمه الله خطاب شكر وتقدير من مدير الأمن العام خطاب شكر وتقدير من مدير شرطة منطقة الرياض خطاب شكر وتقدير من مدير شعبة التخطيط خطاب شكر وتقدير من مدير المباحث الجنائية خطابات شكر وتقدير عديدة من قائد الدوريات والنجدة خطاب شكر وتقدير من أمير المجمعة قبل أن يصنف إلى محافظ خطاب شكر وتقدير من قائد خط الشمال وخطابات أخرى عديدة لا يتسع المجال لذكرها وقد حظي بمحبة الناس من شتى القبائل والجنسيات فسموا أبناءهم باسمه وقد تجاوزوا الأربعة عشر شخصا داخل المملكة وخارجها قصة مجد ويعد عبدالله بن مفلح بن مناع الشواطي شاعرا جزلا له العديد من القصائد التي نظمها في شتى المجالات وخاض من خلالها أغراض الشعر المختلفة حيث قال في إحدى قصائده لابد ما يوذيك ربعا يخطون وتسمع لهم بعض الهروج السخيفة تجيك عمية ما لها رمش وعيون واطرافها شهب تروع مخيفة خلها تمر بدربها عنك من دون وصحيبها معها اعدي بكيفة ما هو بيمبتله على هرج هقرون ولا بيلقل النتم والحسيفة وقال أيضا ما باقي إلا الله على حاله دوم ولا البشر نوبني غير دوامه أنا تشره يومها من طيب القوم لو هردي ما يلحقه لي ملامه من لاب تنعراف وكرام وقروم من وكر شيهان خوال عمامه ثم تشره يوم ما هو ملزوم على الرخيص اللي صرف من كلامه بعض الحكا لا صار عن قصد مسموم تبطيج روحه ما قوتها السلامة قصة مجد قصة مجد هذه نبذة مختصرة عن سيرة عطرة لرجل خدم دينه ومليكه ووطنه إنه عبد الله ابن مفلح الشواطي أبو ذيب حفظه الله ترجمة نانسي قنقر